المغرب ينهي ثماني سنوات من شغور ديبلوماسي في غربي وشرقي ليبيا ميدل إيست أونلاين يستهل تحت هذا العنوان كاتبا توفق الرباط في إنجاح مباحثات لجنة 6 زائد 6 الليبية ينضاف إلى نجحتها السابقة كما يعزز من تجربة المملكة في تسوية النزاعات وحل حالة الملفات الشائكة بالاعتماد على ديبلوماسية هادئة مغاربة ليبيا يتنفسون السعاداء بعد فتح قنصريتي طرابلس وبنغازي تعنون بوابة الوسط الليبية ليبيا بلد مغاربي مهم جدا والعلاقات الثنائية معه مهمة إلا أن فتح السفارة فيه مرتبط بأخذ الشعب الليبي ومؤسسته الشرعية بزمام الأمور وعودة الاستقرار إلى البلد تنقل الصحيفة تصريحات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة تم تعيين 23 قنصلا عاما جديدا في عدة بلدان أي ما يعادل 38% من إجمالي عدد المناصب القنصرية تكتب هسبلاس يأتي هذا إثر الدعوة لتقديم طلبات الترشيح في إطار الحركة الانتقالية لسنة 2023 لموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج